حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار وذلك للسنة الثالثة على التوالي جاء ذلك وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2024 السنوي الصادر عن مؤسسة Heritage Foundation الرائدة في مجال الأبحاث وبهذه المناسبة قالت السيدة نادة السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية أن تربع المملكة على أعلى التصنيفات يساهم في تعزيز مكانتها الراسخة كمركز إقليمي للتجارة الحرة والمنفتحة ماليا استنادا إلى الحرية الاقتصادية المدعومة بأنظمة تشريعية قوية وانفتاح الأسواق كما أكدت السعيد أن الحفاظ على هذه التصنيفات الإيجابية من أولويات مجلس التنمية الاقتصادية الذي يوصل العمل لضمان بقائي المملكة وجهة جاذبة للاستثمار مملكة البحرين تنال ثقة المؤشرات الاقتصادية العالمية متربعة على أعلى القمم لتكون الوجهة المفضلة للاستثمار على المستوى الاقليمي والعالمي وهذه المرة حصدت البحرين المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتج فونديشن لعام 2024 وللسنة الثالثة على التوالي وهو نتاج ما تحظى به المملكة من تسهيلات في إجراءات الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية وشهد الأداء العام للبحرين تحسنا بالمقارنة مع المستوى الدولي حيث تقدمت المملكة 14 مركزا منذ العام الماضي وقد جاء هذا التقدم متواكبا مع ارتفاع درجة الحرية الاقتصادية في المملكة عن المتوسط العالمي ويقيم مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 العوامل الكمية والنوعية بالتركيز على قياس أربعة دعائم رئيسية تشمل هذه الدعائم سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة وبالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية حافظت مملكة البحرين على مركزها الحيوي للأعمال بفضل انفتاحها على التجارة الدولية مدعوما بمنظومة تشريعية تنافسية اذ تضمن تطوير أسس الحرية الاقتصادية من خلال مواصلة تعزيز سيادة القانون والسياسة المالية بهدف تحقيق التطور المستمر للبلاد